بكرة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة السبعة بتوقيت الدوحة منتخب مصر ما كانش مقنع لينا ولا لكل المحبين بأداؤه أمام المنتخب اللبناني منتخب اللبناني يعني من المتوقع أنه كان يشيل غلة جيدة من الأهداف لكن يعني كان هناك توتر شديد جدا من اللاعبين أمام المرمى محمد شريف برغم أنه هداف بالفترة إلا أنه أضاع كتير جدا من الفرص كنت حاس أنه في عشوائية في الأداء وبتحديد في خطة 18 بتاع المنتخب اللبناني ما فيهش انسجام ما بين اللاعبين يمكن دي أول مباراة طبعا أنه اللاعبة لسه ما خدتش على بعض وحتى أنه طبعا فيه تشكيلة جديدة عشان اللاعبين الدوليين مش موجودين وحتى لعاب بيرامدس بسبب مشاركة النادي في الكنفدرالية برضو مش موجودين لكن في النهاية أنه في القوام الرئيسي عندنا من لعاب النادي الأهلي ولعاب النادي الزمالك متواجدين فكان أمر بالنسبة لي مفاجأة كبيرة جدا أنه الأداء يخرج بالشكل ده وإن إحنا ما نقدرش نكسب إلا عن طريق ركل الجزاء بيسددها أفشى لكن إنه غياب التعاون وبرضو بنعاني إن إحنا مسألة إحراز الأهداف إحنا بنكسب بهدف للشيء دايما واحد أو اثنين بالكتير حدنا مشكلة في ناحية جميع واخد أيدي الجون وريحة وحكا كده يعني حتى الأهداف بلها مدلول يعني هي لو سلكة هتلاح الجون راح في حتة وأنت حطيت الكرة وبرتاحته إنما ده ضرب الجزاء وداخلها والجون راح معها وحطت إيده كأن بتقول هو فوص بالعافية يا أبو حميد شوف كروش الغاب دلوقتي مش بايله شكل تيك تيكي وأداء في الملعب وطبعا أنا مع كل الناس اللي بينتقده كارلس كروش الغاب مع إنه الراجل عنده سيفي قوي جداً احنا تكلمنا في البداية وقلنا إن الراجل دوت ضرب مع أسماء تقيلة سواء في اليونايتد سواء في ريال مدلس سواء منتخب ببرتغال لكن الحد للوقتي مع منتخب مصر نحن بشايفينه بصمة أعتقد إن البطولة دي قلنا استعدادية لكاسة أفريقية ويجرب بعض المحليين أنا شايف إن مروان حمدي مثلا على سبيل المثال أنا مش فاهم هو بيلعب في المنتخب لي مع إنه هو زلت نفس الولد بتلعه وهاجم اللي بتشده يا ابني إنه هو جاب مروان حمدي وأسماء جديدة وبتاعه لا بص بص يا أبو حميد أنا بقول لك على الأرض الملعب أنت الراجل جات لك فرصة تمسك فيها بيدك وسنينك تراجب بتلعب في سموحة والمفروض اللي أنت بتروح منتخب جاي منتخب مصر وعليك ضجة كبيرة والراجل جاي من سموحة رايح المعلم وأنت ما بتلعبش مع منتخب تقيل يعني مع احترام للمنتخب الليبناني مش منتخب مصنف يعني عشان نقول لأنت ما قدتش عشان خاطب تلعب منتخب تقيل مثلا لأبو عليك مثلا الدفاع وما عفتش تفال فاصمينهم وتورين أدائك تطلع تهاجم الناس اللي بتهاجمك علشان أدائك كان وحش فأعتقد دي يعني دي بتوري لك بقى التصفية والغربالة اللي هتحصل في بتوط أم أفريقيا وفي تصفية كاس العالم أعتقد ده الخيار الوحيد قدام كارلوس كيروش فأنت تقييمك اختلف برضو لكارلوس كيروش لا متفق معاه لكن هو كارلوس كيروش اللي يسأل عن الأمر دات حد كورا أنا رسك وتعزي أخذ منك اللقطة إن أنت متفق معاني كارلوس كيروش دلوقتي لازم ينتقد نعم طبعا